لأن أسابهم ولأن الأرض بجد تحت يدهم اللي جاء في القفر أن الحج وفيك طلع الحج صبري من دواره بالقوة كان دوب وأنه فاهم أنه بعد موت زين العطار يقدر يمس شعرة من عدة العطارين يا بابا فاهمش زين العطار ساب وراه الفاسد يقدر يرقع مليون كلب المكانه حج صبري ادل البلد كتير وقال الأوان أنه يستريح ويسلم الراية لعمي حج عبد القادر أهم دي تنجعل عن طارين الجديد كلنا موجودين النهاردة عشان نقف ولا ظهر الراجل ده مفيش مكان لخايل وسطينا مفيش مكان لمستاكوي وسطينا أسليع مكان للهربان يا زكري تالي حذر به تاهم بث Ł UK تtaaلي ههم بثتري يا assistsكي مانلي مليش نفس مليش نفس يا أمتو أنا عارفة أن أي حاجة حولها لك دلوقتي حتى بقى أقلم الوجع اللي أنت حاسها بيبي كتير قوي أنا عارفة أنا بس عايز أقولك حاجة واحدة ذكرية بيحبك بجد بيحبك قوي بيحبني وبيخلني طب زي الخيانة بش بتوجعها بس دي بتموت عارفة وحاسة بيجي أنت عارفة أن أنا أول واحدة عرفت حكايتكم ذكرية كان بيجي يحكيلي على كل حاجة خرجت إمتى وفين وعملت إيه؟ طب أنت فكرة لما خرجت مع بعض أول مرة وأخدك أكلك صندوتيات على الرصيف جا حكيتني آه والله ولما كنتوا تبقوا زعلانين يا ساتر يا رب يبقى داخل مش طيق نفسه عمال يسرخ بيخبط رسه في الحطار أنا على طول فهمت وبقيت بقى تحكم نرية نفسي منه خفت من زعيه بس روحته لقدت له طبيعا ما تروحت صالحة هيقول لي أبدا هي اللي مساعلاني هي اللي تيجي صالحني لغاية ما يرجع كده وهو بيت حكم مبسوط هروح له بقى كده وفي الدحلة باسأله هيا أنت اللي صالحتها يقول لي آه هي مجدش ده كان زمان ده يعمل طيب مش هو برضه اللي اختار إنه قدام العيلة وكل الناس يبقى هو اللي مش بيخلف عمل كده ليه عشان بيحبك مش عايز يجرحك ولا يحرجك قدام حد طب بزمتك ده واحد بيحب ولا مش بيحب هعرفها يا هايدي أحلى حاجة الحب بيعلمها لنا هي إيه؟ إننا نسامح سامحي أنا بحبه ويعمده على قد حبي له على قد الواجه اللي أنا حس بيه هعرف فعلم هعرف يا بنتي هعرف يا حالد بس 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 يلا أغسل يوشك كده هزبطي نفسك ونزلي يحودي معينا مالك يا عميتو عميتو مالك يا عميتو في جيب ماشي عارف عميتو عميتو هربان مفيش حد هنا هربان اللي بيهرب هنا هو الغريب اللي مش مننا غريبة مالك إنت هنا بتعمل إيه؟ متدري وسط رجالتك وتقول لي مش هربان ولا أنا متهيق لي دون ناسي دون ناسي يا يوسف بيه إيه؟ استغرب إن عارف اسمك؟ لا المهم ما عارف اسم اللي انت قتلته كان اسمه أكرم كان لسه خطب جديد لا عمره يازى حد ولا استعوى على حد كل الحكاية انت خلصت عمره بدري بدري عشانه وقف طريقك الله يرحمه بس ألتش نفسك سؤال واحد أنا إيه اللي يخلينا قتله؟ عشان كنا هنوبد عليك متلبس بالبضعة متلبس بيه؟ أنا مكانش معايا حاجة العربية دي كان كلها عفش وبس عفش؟ وأنت بتاجر في العفش برضا ذكرابي؟ أنا بتاجر في كل حاجة وأنت العطارين معروف عنها إنها بتاجر في كل حاجة انت مش شايف غير اللي انت عايز تشوفه أول ما أنا صح انت مش شايف غير اللي عايزين هما يخلوك تشوفه إحنا تلعب بينا لعبة اللعبة خلتنا في الآخر نقف قصاد بعض بدل ما تدور علي دور على حطنا في اللعبة دي طب اسمع يا ذكر إيه؟ أنا لولا تقرير الطب الشرعي أنا مكنت شاعدت معاك العادة دي وكنت خلصت عليك من بره بره على طول بس التقرير بيقول إن الطلقة جات من سلاح غير سلاحك فديك سمعت يبقى أنا مليش دعو بالطلقة أنا لما رفعت سلاحي رفعت سلاحي عشان أدافع عن زميلك وإلي يثبتي إنه مش حد من رجالتك وأنا رجالتي هتعمل كده ليه؟ باشا إحنا كان كل اللي همينا ساعتها اللي إحنا نخلص الوقفة اللي كنا وقفينها ونتكل على الله غير كده بكنش لنا فيه طب اسمع يا ذكر إيه؟ أنا شايف إن انت هتنزل معاك القاهرة وهناك نحلل موضوع ده مع بعض محدش هناك هيسمع اللي أنا بقوله ولا حد هيسمع لك ولا أنت هتعرف تساعدني هناك يوسف بيه سيبها ماشية زي ما هي ماشية لغاية ما تشوف أخرها إيه خد وجبك عشان تلحق القطر وأنا مش هينفع أسيبك يا ذكرية بسينه سلعك ما أعتقدش إن يوسف بيه هيقبض على حده ومتأكد إنه مريبا وصلوا البعشان غاية العطر موسيقى 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 أنا أسفة قوي قوي يا فارس ما أقولك يا سر أنا عمري مستنيت حرمة في حياتي تخرت ليه؟ سنة بس أخد نفسي بس يا سيد أنا كان عندي شغل نهاردة كتير قوي ولسا مخلص هي ضبك من نص سياحة والعربية كملت علي وعملتها معي أنا أجاعد الواحدة كل ده أنا أتعاكس والناس تبص لي وجاعد الواحدة؟ ما قوليهم حق بصراحة أصلك متشاهد كده يعني ومبسوط في حاجة ولا إيه؟ بصراحة كلية حاجة عند واحد وخدته طيب إيه اللي بيدحك دلوك؟ بقولك كلية حاجة عند واحد وخدته إيه مظاهر تضحك في الجملة؟ على فكرة أنا ما بتحكش على كده خالص أنا بتحك على شكلك أصلك متشاهد كده كأنك رايح تتقدم لعروسة عروسة ايه؟ بقولك يا سارة لو مش عايش بك الشكلي ولا لبسي خلاص نتجاب البعدين سلام عليكم فاري صعد فيه ايه؟ جفاشت بصراحة